تفقد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايدان هيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة سير عمل مشروع تطوير منطقة قدفع بالفجيرة والذي أطلقه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة كأول مشاريع قرى الإمارات وذلك خلال زيارة ميدانية لسموه لموقع المشروع واطلع سموه خلال الجولة على المخططات لمشروع منطقة قدفع وسير العمليات الإنشائية والتطويرية وما تم إنجازه حيث شدد سموه على أهمية هذا المشروع تنمويا وسياحيا وتهدف خطة تطوير منطقة قدفع إلى جذب مائة ألف سائح سنويا من خلال تنمية المقاومات السياحية والتعريف بالإمكانات المميزة التي تحظى بها المنطقة لتعزيز موقعها كوجهة سياحية كما تعمل الخطة على إطلاق خمسين مشروعا تنمويا لشباب المنطقة فضلا عن تدريب مائتي شاب وشابة في مختلف المجالات والقطاعات بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص وتعتمد آلية العمل في المشروع على خمس مسارات تتضمن تطوير مشاريع تنموية وتنسيق وتجميل المنطقة والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها